التحولات السياسية كما هو واضح هي تجاه المخالف للسماح أو لإقامة الحفلات في عهد الملك سلمان أكبر عمليات إعدام لمعارضين ومتظاهرين وكثير منهم أطفال وعدد المعتقلين هو ربما الأعلى في تاريخ السعودية وكذلك التشجد السياسي والحريات التي كانت ربما محدودة جدا طبعا كانت ولكن الآن هي غائبة حتى كما أضاف أحد الضيوف أنه مجرد التغريد يؤدي بك للسجين ولدينا حالة موجودة حاليا هو حالة عبد الرحمن السلحان من الرياض الذي ظل مختفيا تقريبا سنتين لا يسمع عنه أهله وفقط كما قيل أنه اتصل بأهلي بعد 22 شهر كان حيا أو ميتا حالات التعذيب والوفيات من التعذيب زادت وهي الأعلى في تاريخ البلاد فالموضوع السياسي فيه تراجع كبير وهو ربما العهد الأشد قمعا سياسيا وثقافيا في تاريخ البلاد